قال إسماعيل دبش أن الحقائق أثبتت أن الصين استخدمت دائماً إجراءات عملية للحفاظ على علاقات ودية وتعاونية مع عدد كبير من الدول النامية وتحترم بعضها البعض وتسعى إلى تنمية منسقة وقال الدبش أن الجزائر انضمت لمبادرة الحزام والطريق في عام 2018 كما وقع البلدان خطة تعاون لبناء الحزام والطريق بشكل مشترك في عام 2022 وأكد أن مشاركة الجزائر في مبادرة الحزام والطريق لن تساعد فقط على تعزيز التعاون متبادل المنفع بين الصين والجزائر بل تتضخ أيضاً زخماً قوياً في التنمية الاقتصادية الجزائرية بمعنى الصين تساعد الدول للتنمية في بلدانها والشراكة تقوم كذلك وتقوم على المنفع المتبادلة ولهذا نجد كثير من الدول دخلت تقريباً أكثر من مئة دولة دخلت مشروع الحزام والطريق في دول آسيا في دول إفريقيا في العالم العربي فيما يتعلق ببيانات الواردات والصادرات الصينية في الشهرين الأولين من هذا العام والتي كانت أعلى من المتوقع أكد دبج أن ذلك سيدخ بلا شك زخماً إيجابياً في سوق التجارة العالمية وسيعزز بشكل فعال ثقة الشركاء التجاريين للصين في التنمية المستدامة للاقتصاد الصينية الصين سوف تكون نموذج مثالي للجودة العالية لأن الجودة العالية تتخلي الصين زبون دائم ودولة دائمة في التعامل الاقتصادي ولهذا تلاحظ أن هذا الإقبال على السلعة الصينية وعلى الاقتصاد الصيني هو الثقة في الجودة العالية التي توفرها الصين ترجمة نانسي قنقر